طيب بصراحة كده أنا عندي شقين عايزة أتكلم فيهم الشق الأولاني بيتعلق بانتقاد موسماني واضح إنه هو يعني إيه شيء لابد منه إن الناس كده حفظه أو جماعة موسماني بيكسب بيخسر إحنا لازم منتقده أنا هنا كلامي موجه لبعض المحللين بعض المحللين وأنا حقول لكم حاجات أنا عارف أن أقول لكم إيه كويس قوي بقى وده على مسؤوليتي أنا يعني على مسؤوليتي الشخصية معظم أو بلاش معظم بعض محللي كرة القدم اللي بيطلعوا لحراركم بتشوفوهم كده على الشاشات بعضهم بعضهم عشان كلم يبقى إيه مظبوط اللي بتشوفوهم على الشاشات بعد المتشاط أو خلال البرامج أو أي حاجة بعضهم والأغلب شوية ما بيتفرجوش أصلا عن متش أصلا أنا عارف أن أقول لحرارتك إيه هو بيعمل إيه يقول لك تعال النهاردة ماتش الأهلي مثلا وأي حد فيقعد كده يعمل أي حاجة يرغي يمسك الموبايل يأكل يشرب البعض ماشي وماتش مختصة يا جماعة ماتش خلس كام الأهلي كسب طب ماشي تعال نشيد بالمسلماني ونحاول بقى أن إحنا نأمل إيه يعني قال يعني تابعنا الماتش ونقول لك بس هو غلط في كذا أو عمل كذا أو كلام منتك يأني هو لازم برضو إيه ننطقت طب لو النتيجة مش فوز الأهلي النتيجة خسارة الأهليات لو أقول لك إيه أصل مسماني مدرب تعبان أصل هو لازم يمشي وهو أصلا ما تفرجش على الماتش اسمع مني والله العظيم اللي أنا بقوله لحضراتكم ده بيحصل بعض محللي كرة القدم من من هم مارسوا هذه اللعبة ما بيتفرجوش على الماتشات قبل ما يحللوا وقبل ما يظهروا لحضراتكم ويقولوا لحضراتكم وجهة نظرهم في الماتش فده بيحصل فبالتالي أنا مستغرب يا جماعة وراجل ده عمل لكم إيه يعني الأهلي أخصر من سن دونز هل الخسارة معناها أن المدرب وحش مجرد خسارة معناها أن المدرب وحش ولا مفروض كمحلل أنا راجل مش محلل يا جماعة أنا واحد مشجع بحب الأهلي جدا إعلامي أه بس مش خبير تحليليا أنا بتكلم بصراحة أنا مش خبير تحليليا بس مش معنى أن الراجل خسر إن هو يبقى وحش أو غلط أو فيه أخطاء وارد إن يكون فيه أخطاء بالمناسبة لكن ما ينفعش أقول إن هو لا يصلح ما ينفعش خالص حضرتك بتحسب أو بتقيم إزاي إن المدرب ده كويس ولا مش كويس طيب أتبص على الأرقام شوف المدرب ده بيوصل الفرقة لمرمى المنافس قد إيه عد كده اتعب نفسك زي الشباب اللي يفرحوا اللي إحنا بنتفرج عليهم ونشوفهم ساعات فيه شباب ممتازين وفيه محللين كرة قدم ممتازين بالمناسبة وبيتفرجوا فيه كده وفيه كده بس الشباب بصراحة ليه بتحس إن هم بيتكلموا وبيقنعوك في التحليل عشان بيذكروا منتهى البساطة لعيب الكرة السابق مع كامل احترام لبعضهم لبعضهم يعني بعض من لعيب الكرة السابقين بيعملوا إيه ما بيتعبوش نفسهم بيعتمدوا على الخبرات مش بيتفرجوا مش بيذكروا مش واخدين إن دي شغلانتهم مش واخدين إن فيه ناس من اللي بيتفرجوا عليهم بيصدقوهم عشان هم لعيب أكبار فأنا بطلب من لعيب كرة القدم المحللين حاليا إن هم يذكروا ما فيهش أي مشكلة من بعضهم إن هم يذكروا لما حتذاكر حتقدر تقيم صح مش هيبقى العنوان الرئيسي بالنسبة لك والتوجه الأساسي بالنسبة لك إنه أنا أطلع أنتقد مسماني إنه أنا أطلع أقطع في الرجل ده اللي هو إزاي الرجل ده ماسك الأهلي الرجل ده ما ينفعش لا ده من الصح لأنها سمعت أحد المحللين اللي لعبوا كرة عشان الأهلي خسر ومن سماني خسر فقال لك الرجل غلط وإزاي يلعب مش عارف بتلاتة وإزاي يلعب مش عارف كم وأصلا مش واخد باله الأهلي لعب أنهي طريقة سواء في المطش ده أو حتى بما تكلم عن المطش المقص والله قالي طريقة لعب الأهلي في المطش المقص قالها غلط قالها غلط مش بقولك أن أنا بفهم بقى وأن أنا جامد لا أنا بقولك فعلا هو قالها غلط فدي أمثلة للأسف الشديد من غير ما أذكر أسماء بس الأسف الشديد ما تسدوش يا جماعة كل الناس اللي بتقدر تنمي على فكرة وأنا هنا يعني هخص بقى بالذكر حد معي الأستاذ الكبير حسن مستكاوي أنا أجيب لحضراتكم بالإسم الرجل ده أنا كل يوم بحترمه أكتر في الحقيقة يعني ليه سألوه بعد مطش سونداونز رأيك إيه أستاذ حسن وتقييمك إيه المسيماني في بعد المطش ده وبعد خسارة النادي الأهلي قال بص يا جماعة أنا تفرجت على الأهلي وعلى مسيماني فترة رفاتت كلها الرجل كان عامل شغل كويس جدا أنا أقول دلوقتي أنه هو مدرب وحش أقول أنه عنده أخطأ كثيرة أقول أنه هو مدرب ما ينفعش شخصية زي دي لازم تحترمها أنه هو ما ينفعش أنا مبارح بقول أنه مسيماني مدرب جامد أوه مدرب عظيم جدا واجه عشان خسر مطش الأهلي فيه وصل كثير جدا للجنو ضيع كثير جدا وما كانش فيه توفيق أقول أنه هو مدرب مش نافع أقول أنه هو ارتكب أخطأ كثير قوي أن كل حاجة عملها في المطش غلط وزائع على رأي مسماني نفسه في مؤتمر الصحفي قال لك أنا لو كنت مثلا كسبت النهاردة كنت أقول لي رغم أنه ممكن يكون عندكم حق في بعض الحاجات والراجل واقع جدا بس كنت أقول لي كويس ما كنتش هتسألوني الأسئلة دي ما كنتش هتقوله الكلام ده فواحد زي الأستاذ حاسم سخوي تحترمه جدا جدا لأنه بيحترم من المشاهد أو المستمع أو كلام لكن في المقابل البعض الآخر ما بيحترمش من هم يشاهدونه أو يستمعون له للأسف الشديد طيب تعالوا في الشق التاني بقى لأنا عايز أتكلم فيه وهو برضو بيتعلق بخسارة النادي الأهلي في مباراة صندوقز مجرد يا جماعة مجرد خسارة مطش لقيت عنوان على فيديو النهاردة الصبح أقول نصحيت على اليوتيوب من أحد اللعبين الصابقين في النادي الأهلي وهو إعلامي ومش هقول قسو ومستغرب بصراحة ليته بيقول إيه بيقول لك الكابتن حسام الغالي وشركة الكرة بالنادي الأهلي ولجنة التخطيط للكرة رفضين استمرار مسلماني وعايزينه يمشي عوض الله إذا ما بولوكه كده أعمله سيرش على العنوان ده هتلاقوه على اليوتيوب فأنا بصراحة فأنا بصراحة يعني استغربت جدا يعني عايز أفهم إيه بقانه منطق ده أنت الراجل ناقص تقول والجمهور والجهاز الفني المعاون ولعبت الأهلي كلهم مش عايزين المسلمان يمشي بقانه منطق الراجل ما حقق إنجازات زي دي وتطلع تقول كلام زي ده غرضك منه إيه دائم دائم غرضك منه إيه إن أنت تكون بتقول الأخبار وخلاص إن أنت تكون عايز تبقى ترند بس والله ترند ما يبقاش بالطريقة دي عيب والله العظيم عيب أو حاجة تانية بقى في بعض الإعلامين القلائل في الحقيقة جداً بقى أنا هنا بقول لك القلائل اللي بيعتمدوا بشكل كبير قوي على الإعداد ورئيس التحرير في اللي يقوله له أطلع أقوله من غير ما أفكر فيه ما هو يعني زملائنا في رئاس التحرير أي برنامج أو أعداد أو فريق أعداد أي برنامج ورد إنهما يبقوا صح ورد إنهما يبقوا غلط إلا أنت بتصج فيهم سكة عمياء زي حالاتي كده لكن في نفس الوقت لازم تفكر في الكلام مش أي حاجة تطلع تقولها وخلاص وهي حاجة غير وقعية وغير حقيقية لمجرد إن الأهلي خسر ماتش من سان دونز في الأسف الشديد أنا يعني حبيت بس أتكلم في النقطتين دول عشان جمهور النادي الأهلي يبقى واخب باله ويبقى شايف الترند السلبي وبنبرز برضو الترند الإيجابي لأن حاجات زي دي ما ينفعش يتسكت عليها ولا مرة دي ما قلتش أسماء بس هكذا الأمور هتبقى واضحة قوي فهنضطر نتكلم في أسماء وهنضطر نوضح كل شيء فلأسف شديد دي حاجة من الحاجات المستفزة اللي حبنا نعلق عليه